أكد البيان الختمي للمؤتمر الدولي السلسي للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية والذي تنظمه وزارة الأوقاف بالقاهرة أن بناء الدولة ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضرية وأن الحفاظ عليها واجب ديني ووطني كما أوصى البيان بضرورة عدم السمح لأي جماعة فرد رؤيتها على الناس باسم الدين بعيدا عن سلطة الدولة بعد مناقشات واستعراض لدور الفقه في بناء الدول وأهمية التعريف بقواعد دين الإسلامية الصحيحة انتهت فعليات المؤتمر الثلاثين الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي انعقد تحت عنوان فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية أن مفهوم المواطنة يتسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعا بعدم التفريقة بينهم على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو المذهب مع إعطاء المرآة حقها كاملا غير منقص ناقش المؤتمر عدة أبحاث حول مفهوم الدولة وأركانها وطبيعتها بين الماضي والحاضر والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة وبحوث المواطنة في الفقه الإسلامي هذا المؤتمر إن شاء الله يطيه صورة هكيكية للإسلام في الآلام أما الجهل أن الإسلام أو صورة غير صحيحة للإسلام هي سبب التطرب والإرهاب ومواد المؤتمر إن شاء الله هي اللي تقالج هذه الجاهراء كل الآيات اللي هي قبل الدولة كانت آيات المكية أو الصور المكية قصار الصور كانت بتؤكد على التوحيد وعلى الخالق وعلى معجزات السماوات والأرض وخلق الإنسان كل دي كانت حاجات علشان خاطر تدخل الناس في الإسلام لكن إحنا دلوقتي خلاص دخلنا في الإسلام وإحنا مسلمين والنشئ دول والأطفال دول والتلاميذ دول مسلمين فإحنا نعلمهم بقى الرسول عليه الصلاة والسلام عمل إيه في المدينة إنه هو عمل مثلا وسيقة المدينة دي كانت تعايش سلمي مع اليهود ومع غير المسلمين الموجودين في المدينة وقال لهم لنا وعليهم ما علينا كان المؤتمر قد شهد مشاركة من رؤساء المجالس الإسلامية من 57 دولة منها 20 أفريقية لمناقشة 43 بحثا في محاور المؤتمر الثلاثة الأساسية وصولا إلى إصدار إعلان القاهرة والذي تضامن وثيقة للمواطنة قضية المواطنة متكافئة تعد أهم عوامل استقرار الدول والحفاظ على أمنها وأمانها لذا يجب على جميع المؤسسات سواء الإعلامية أو الدينية أو الثقافية العمل على تعريف مفهوم المواطنة لتأسيس مجتمعات مستقرة وعادلة من درابو دوح أنير